بثلاث لقاحات الصيني والبريطاني والامريكي يواصلوا 28 منفذا صحيا في النجف عملية تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا يقول وطباء إن نسب الراغبين بأخذ اللقاحات تواصل الارتفاع بعد الشكوك التي كانت تدور حول الآثار الجانبية والمخاطر التي قد تنتج بعد جرؤات التلقيح النسبة في زيادة يعني حتى عامة الناس زيادة بالبداية كان قسم تخوف ألقح ما ألقح الآن لا الآن ستطلع جنابك وشوف السراء والازدحام والناس بدأت تطمئن لللقاح وفعلا هو اللقاح آمن ويريد كل المدين يصير بيها وكل المدينة بس تدري لازم كنتم شوفة يعني بيئة مناسبة وملائمة كون اللقاح صحيح سلسلة إجراءات وقائية تتخذها الجهات الصحية قبل الشروع بيعطاء اللقاح لضمان عدم تحوله إلى خطر يداهم متلقيه فليس كل الأشخاص يستطيعون التلقيح بسبب تاريخهم المرضي الذي قد يتعارض مع اللقاح طبعا قبل لا يجينا المريض لازم يقيس درجة حرارته لازم يكون مو مريض ولا عنده أي عراض لازم ما عنده أمراض مزمنة نسئله إنه إذا عنده كانت إصابة سابقة أو لا عنده حساسية لأي علاج معين إذا عنده حساسية يعني ممكن شوية يتانينا بعد اللقاح هذا مو مانع طبعا موانع لعطاء اللقاح هي العمر أقل من 18 أو الحامل أو المرضى طبعا نشجع كل الناس بالذاتي يعني الكبار السين غالبية الناس أغلبهم يعني يلتجون لقاحة إن شاء الله نتخلص من هذا الوباء بخصوص لقاح فايزر طبعا لقاح فايزر طريقة عمل مختلفة نوعا ما يحتاج طرق خزن خاصة طرق تبريدية سالب 8 إلى سالب 60 من حيث النتائج فأن جميع اللقاحات متشابهة ولا أفضلية للقاح على حساب الآخر يؤكد مختصون وذلك بعد إن اندرجت أحاديث بأن فايزر الأمريكي أعلى كفاءة من غيره وهو ما ينفيه أطباء جملة وتفصيلة من النجف محمد رزاق أتغيير